على الرغم من أننا في فترة توقف زي ما حضراتكم أكيد متابعين إلا أن نتكلم عن جمهور كورة القدم بيفضل يتابع حتى كل التفاصيل المحلية والعالمية وحتى بنتكلم عن الوديات المختلفة في أوروبا زي ما كنا طرحنا في الحلقات اللي فاتت على كل حال هنتكلم في كل ده و هنتكلم كمان في الصفقات الأخيرة بس خلينا نراحب بضفنا العزيز الناقض الرياضي محمد مصطفى مونجور صباح لنا بس خلينا نبتدي بالموسم اللي خلص ده احنا محقققين فيه العلامة كاملة وصلنا فيه لنهائي نصف نهائي كأس مصر فهل ده معناه أن الموسم كان كله إيجابيات ويخلو تماما من السلبيات يعني حدك شخصيا شفت إزاي الموسم ده بسلبيات وإيجابياته في حال وجود سلبيات أول حاجة النادل أهلي نجح فيها في الموسم ده كانت من السنة اللي قبلها لما النادل أهلي خاد قرار أنه يريح اللعيبة الأساسيين لمدة شهر قبل الاستعداد للموسم الجديد دي كانت أهم حاجة عملها النادل أهلي وأهم من أي صفقة عملها النادل أهلي أنه يريح اللعيبة قبل انتراكت الموسم الجديد لعيبة خليت راحة خليت استشفى زي ما متشوف اللعيبة كده في أوروبا وبيتفسحه وبيغيره وبيبعده عن جو الكرة خالص فالحصل أنه لما رجعوا كانوا متلهفين بقى نبكور أنا عايز أرجع ومع إدارة فنية بدأ من بداية الموسم ودي كانت خطوة مهمة جدا أنت يبقى معك كوتش بادئ الموسم هو اللي مختار العناصر هو اللي بدأ الموسم بشكل معين وبعد كده في شهر واحد غير التاكتك وغير طريقة اللعب لأنه بادئ من أول الموسم لأنه شايف إمكانات اللعيبة لأنه شايف الريتم وشايف الأداء التصعود للعيبة فأدري يقيم بشكل كويس أول على مدار الموسم حصلت دروبات أكيد أكيد الخسارة أمام سانداونس وخسارة أمام الهيال كانوا دروب ولكن اتعلمت منهم وقدرت ترجع وده شخصية البطل أن أنت لما تخسر ولما تتهز ولما تحس أن أنت ممكن تخرج من البطولة لا ترجع وبترجع وبتكسب البطولة وصادمه نفسين أقوية جدا الدور أن أنت تنهي ويكون لي كمان مباراة مؤجلة من قبل الدور ما يخلص بخمس ستة بأسابيع دي برضو علامة مميزة جدا لسه شايفين مباراة نادي مصري وزي أن أنت بيخش فيك هدف في الدقيقة الأخيرة وبترجع في الوقت بدر تضيع ويكون عندك أسرار كمان أن أنت تفوز فالحقيقة أن الروح القتالية الموجودة عند اللعيبة والذي تخلقت الدوافع التي تخلقت من بداية الموسم دي واحدة من أهم المميزات وأي سلبيت على مدار الموسم كان بيتم معانجتها أول بول المهم بقى النهاردة هو أنه لازم نادي الأهل يفكر في تكرار ما حدث في الموسم الماضي والموسم الجاي نسب الموضوع الأجازة يعني تقصد؟ الأجازة والتحضير لأن الموسم الجاي في خلال كلامنا كده هو موسم استثنائي جديد للكرة المصرية